طلاب الصف الثالث الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وآلا بكم عانا وأول درس من دروس مادة الدين في الترم الثاني وهو المحور الثالث كيف يعمل العالم نبتلي مع بعض بأول درس في المحور الثالث والدرس الأول إن شاء الله بعنوان الله السلام هنا حيرجع لنا على بعض الأشياء يا ولاد اللي خدناها في الترم الأول نسترجع مع بعض بيقول اقرأ ثم أجب قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون فاكرين دي كانت سورة ايه يا ولاد؟ سورة الحشر بيقول لي أكمل من أسماء الله الحسنى الواردة بالآية الكريمة دي ايه؟ طبعا احنا أخذنا الكلام ده في الترم الأول نعيده بسرعة طبعا أول اسم من أسماء الله الحسنى ورد فيه الآية لفظ الجلالة الله بعد ذلك الملك ثلاثة القدوس رابعا ها المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر زي ما موجود ايه قدمنا طيب بعد كنا بيقول ما معنى اسم الله تعالى الملك؟ معنى اسم الله تعالى الملك ايه يا ولاد؟ الذي يملك الكون كله بما فيه يبقى معنى اسم الملك أي الذي يملك الكون كله بما فيه الكون كله بما فيه بما فيه يا ولاد طبعا من مخلوقات وغيرها بما فيه من مخلوقات يبقى معنى اسم الله الملك أي الذي يملك الكون كله بما فيه من ايه من مخلوقات طبعا كلنا عارفين ان كل ما في الكون من مخلوقات الله سبحانه وتعالى نيجي للنقطة اللي بعد كده بيقول لي من حفظ هذه الأسماء وعرف ما عانيها وعمل بها دخل ايه؟ برافو عليكم طبعا دخل الايه؟ الجنة ننتقل للنشاط الثاني بيقول لي اقرأ ثم أجب عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون رواه أبو داود والترمذي طبعا النبع السلام بيقصد في عشر عشرون ثلاثون بيقصد اللي جناه بيقول السلام من الحسنات يعني ثلاثون حسنة وهكذا بعد ذلك بيقول لي اختر إجابة صحيحة مما بين الأقواس أول نقطة تحية المسلمين عند اللقاء أو الوداع السلام عليكم ورحمة الله أم كل عام وأنتم بخير أم ما شاء الله طبعا يا ولاد كلنا عارفين إن تحية المسلمين عند اللقاء أو الوداع هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب ثواب من يلقي تحية الإسلام كاملة عشر حسنات أم عشرون حسنة أم ثلاثون حسنة طبعا إحنا فهمنا من الحديث الشريف اللي يقول تحية الإسلام كاملة له كم حسنة ممتزين ثلاثون حسنة ننتقل بعد كده يا ولاد لمعنى الله السلام ما معنى السلام؟ السلام يعني الأمان وانتشار المحبة بين الناس يبقى السلام يعني الأمان وانتشار المحبة بين الناس والله سبحانه وتعالى اسمه السلام يبقى من أسماء الله الحسنة يا ولاد السلام ويحب السلام ربنا عز وجل بيحب السلام وقد خلق الله تعالى الكون وعلمنا من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية كيف نعيش في سلام مع كل من حولنا وفي القرآن الكريم كثير من الآيات التي تدعو إلى نشر السلام بيننا قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في سورة فصلة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم نقرأها ثاني ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وفي هذا يا ولاد حث على البعد عن الإساءة محدش يسيء لحد والبدء بالإحسان والعفو عن من أساء إلينا نسامح إلي أسائلين فيعم الحب والمودة بين الناس بعد ذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الأفعال التي تساعدنا على العيش بسلام فأوصانا بأن قال المسلم من سلم المسلم الناس من لسانه ويده نقولها ثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده أي إن من حسن الخلق ألا يؤذي المسلم الناس بلسانه أو بيده لا يؤذيهم بلسانه ولا بيده إيه اللي هيحصل لو كل إنسان سلم الناس من لسانه ويده تعم المودة بين الناس يعم الحب بين الناس فكيف يدعو المسلم الله سبحانه وتعالى باسمه السلام يدعي المسلم ربنا عز وجل باسمه السلام إزاي أولاد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو بعد كل صلاة باسم الله السلام فكان صلى الله عليه وسلم يقول عقب الانتهاء من الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يبقى النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن ندعو بعد كل صلاة باسم الله السلام فكان بيقول إيه عقب الانتهاء من الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نحيي الآخرين بالدعاء لهم بالسلام عند دخولنا أي مكان فنقول إيه أولاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأوصانا بإفشاء السلام بيننا إن إحنا إيه أولاد نفشي السلام بيننا فقال صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم يبقى نقرأ تاني الحديث النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فتحية الإسلام هي تحية طيبة ودعوة من كل منا للآخر بأن يسلمه الله تعالى من كل سوء فتزداد روابط المحبة والمودة بين الناس تحية الإسلام بتعمل إيه يا أولاد؟ هي تحية طيبة ودعوة من كل منا للآخر بأن يسلمه الله تعالى من كل سوء فتزداد روابط المحبة والمودة بين الناس ودلوقتي يا أولاد معدنا مع الإسئلة النشاط الأول بيقول لي صل الآية أو الحديث بالموقف الذي تذكره فيه لنعيش في سلام الموقف الأول بيقول يا أولاد رأيت فتاة ترفع صوتها على زميلتها وتؤذيها بلسانها ماذا تقول للفتاة التي ترفع صوتها أقول لها يا أولاد أقول لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده يعني أقول لها ما تئزيش حد بلسانك ولا بيدك الموقف الثاني رأيت ولدا يحقد على صديقك ولا يعرف صديقك ماذا يفعل معه أقول له إيه أولاد أقول له ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه كأنه ولي حميم نيجي للموقف الثالث بيقول زميل لا يتشارك مع زملائه ولا يبادلهم التحية إذا مر عليهم أقول له إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم ننتقل يا أولاد للنشاط الثاني بيقول اقرأ الآية الكريمة ثم أجب قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم نقطة ألف أكمل مما بين القوسين نختار كلمة من دون نضعها في مكانها المناسب فصلت العفو الإساءة صديقا مقربا نحل مع بعض الأسئلة بسرعة الآية الكريمة السابقة من سورة ها ممتزين فصلت وهي تدعونا إلى البعد عن ها الإساءة برافو عليكو ونقط عمن ظلمنا ونعمل إيه والعفوي عمن ظلمنا فإذا فعلنا ذلك يصبح العدو إيه برافو عليكو صديقا مقربا بعد كده ما نتيجة العمل بالآية الكريمة في حياة الإنسان طبعا نتيجة العمل بالآية الكريمة في حياة الإنسان هي إيه يا أولاد انتشار الحب والمودة بين الناس نتيجة أننا نسمع الآية الكريمة بتقول لنا إيه ونعمله انتشار المودة والمحبة بين الناس والمحبة بين إيه يا أولاد بين الناس النشاط الثالث يا أولاد بيقول اقرأ ثم أجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقط من سلم الناس من نقط ويده ألف بيقول لي اكتب المحذوف من كلمات الحديث الشريف أول حاجة إيه برافو عليكم المسلم من سلم الناس منها لسانه ويده باء يرشدنا الحديث الشريف إلى إيه أولاد يرشدنا الحديث الشريف إلى عدم إيذاء الناس عدم إيذاء الناس بإيه باللسان أو القلب على عدم إيذاء الناس باللسان أو أيه كمان يا أولاد أو اليد عفوا باللسان أو اليد ليه حتى تعم المودة بين الناس حتى تعم المودة بين الناس ينتشر الحب بين الناس طيب جيم بيقول لي ضع علامة صح أمام الجملة الصحيحة كيف يسلم الناس من لساني أن أرفع صوتي في الكلام دائما طبعا يا أولاد خطأ لا أكذب في الحديث طبعا الإجابة صحيحة هو بيقول لي أضع فقط علامة صح أمام الكلمة الصحيحة أو الجملة الصحيحة طيب لا أشتم ولا أسيء إلى أحد طبعا أغتاب الناس بما يكرهون أتكلم عليهم كلام محش من وراهم لا طبعا لا أخذ ممتلكات غيري طبعا الإجابة ها صحيحة كيف يسلم الناس من إيه؟ من يدي أضرب أصدقائي وإخوتي لا طبعا أساعد الضعفاء في حمل متاعهم طبعا الإجابة صحيحة أكتب على الحائط في مدخل عمارتي طبعا الإجابة إيه؟ خاطئة نجي يا أولاد للنشاط الرابع بيقول لي صل من العمود الأول بما يناسبه من العمود الثاني أول حاجة من أسماء الله الحسنة من أسماء الله الحسنة إيه يا أولاد؟ ممتزين الملك السلام طيب معنى كلمة السلام معنى كلمة السلام إيه؟ ممتزين الأمان وانتشار المحبة بين الناس طيب أفش السلام أمر إيه أولاد ها أفش السلام أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربع حاجة نلقي السلام في حياتنا على مين على من عرفنا ومن لم نعرف نجي أولاد للنشاط الخامس اقرأ ثم أجب كان صلى الله عليه وسلم يقول لغاقب الانتهاء من الصلاة اللهم أنت ها ممتزين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام طبعا بيقول لي اكتب المحذوف من كلمات الدعاء النبوي الشريف طيب باء بيقول لي اختر الصواب مما بين القوسين في الدعاء النبوي اثنان أم ثلاثة أم أربعة من أسماء الله الحسن يا أولاد طبعا زي ما احنا عارفين السلام السلام ذا الجلال والإكرام يبقوا كام ثلاثة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء قبل أم بعد أم أثناء الصلاة كان بيقوله امتى يا أولاد بيراف عليكم كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء بعد الصلاة نجل النشاط السادس والأخير بيقول اقرأ ثم أجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم طيب إلى ما يدعونا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف يدعونا النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه أولاد؟ يدعونا النبي صلى الله عليه وسلم إلى انتشار السلام بيننا يدعونا النبي صلى الله عليه وسلم إلى انتشار السلام بيننا طيب ما نتيجة العمل بالأمر النبوي في الحديث الشريف؟ إيه النتيجة؟ إلا تحصل تحقيق المحبة بين أفراد المجتمع إنها يحصل محبة بين أفراد المجتمع تحقيق المحبة بين أفراد إيه أولاد؟ بين أفراد المجتمع وبكده يا أولاد أنهاينا الدرس الأول من التلم الثاني مادة الدين ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله